المؤسسات الحقوقية والإنسانية في تحمل مسؤوليتها في تقديم الدعم والإسناد ونصرة شعبنا في قطاع غزة وأسرانا في سجون العدو والصهيوني في التوقيت هذية اللي يدعو في هنية اليوم لنصرة غزة موقع ميدل إيست آي يقول أمريكا وإسرائيل والإمارات يعملون على خطة لتسليم غزة إلى لجنة وطنية مؤيدة لدحلان الموقع يقول عن مصادر أن الهيئة ستعرف باللجنة الوطنية تتكون من رجال أعمال وقادة فلسطينيين لإدارة غزة بعد نهاية الحرب وبحسب عدة مصادر تحدثت الموقع فإن اللجنة ستكون ممثلة لكل الفصائل الفلسطينية وسيكون معظم أفرادها من مؤيدي الزعيم الفتحاوي محمد دحلان الزعيم الفتحاوي سابقا واللي ممكن أن ينصب لاحقا خلفا للرئيس محمود عباس أنا سألته لك السؤال قبل شاعده نسأله توا من هو دحلان؟ هو شوف هو لو يصير هذية سماح أول من مش يعارض معناه هو التواجد دحلان في غزة مش حماس هو محمود عباس لأنه مطارد هو ملاحق بقضايا عديدة وتعرف الخلاف الداخل هو واضح أنه انتهى عباس بالنسبة له أي هي هو طبعا هما شوف يا خيبة ما فعله هو ما سكته معناها كانت نهايته للأسف معناها نهاية غير جيدة أقل ما يقال عن محمود عباس وحتى مواقفه الأخيرة يعني لم يعني للأسف يعني نشوف بعض المواقف البعيدة أقرب كثيرا من مواقف ربما مع محمود عباس بالنسبة لي دحلان من هو محمد دحلان؟ محمد دحلان كان هو كان قائد جهاز الأمن البقائي في غزة سابقا في عهد رئيس ياسر عرفات يعني لكن بسبب أنشطته ربما المسترابة والتجسسية تم وقتها معناها حركة حماس وسائل فسار مقامة في غزة قاموا بالانقلاب عليه وقتها وأخرجه من غزة تم فصله من حركة فتح دون علم أعضاء اللجنة المركزية في الحركة بقرار من محمود عباس وليتقال عندهم أنه هذا جاء نتيجة لانتقاده لسياسة محمود عباس تجاه غزة وموظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة هذا البيان الرسمي هذا البيان الرسمي وفما هو طبعا فما خلاف شخصي وحتى معناها سياسي بينه بين محمود عباس والقيادة الفتحوية تم فصله من حركة فتح لجأ إلى الإمارات بقي هناك طبعا يشتغل في معناها كمستشار أو مرة حتى ويودير حتى يعني بعض المؤسسات الإعلامية قريب منها واللي نشوف البعض منها يعني أحيانا حتى فيها عكس ما يقول هو فيها بل الكثير من التبرير لأفعال الصهاينة طبعا هو يرهن نفكر أبو البابا كذلك أنه كان موجود في مفاوضات القاهرة عام 1994 كان تم ما بعد توقيع اتفاق أوسلو كان كذلك قضى خمسة سنوات في السجون الإسرائيلية في الفترة من 81 إلى 86 قبل ما يتم ترحيله إلى الأردن عام 88 يتحدث العربية بطليقة يتحدث العبرية بطليقة ويزعم أن دحلان ثروته تقدر الشخصية بأكثر من 120 مليون دولار ولذلك هو تلاحقه ملفات فساد كثيرة ثروة كبيرة هو شوف أنت مثلا سماح كنت تذكر مرة وقت اللي حكينا على مروان البرغوثي مروان البرغوثي من أسباب استبعاده من القيادات العليا من حركة الفتح أنه طالب بفتح ملفات الفساد داخل القيادات الفتحوية لأنه لوحظ عليهم علامات ثرى كبيرة وبالتالي هنا قال لابد من فتح هذه البلافات ومروان البرغوثي كان معادن طبعا هو أنجح في المجلس التشريعي وقت الفلسطيني في اتخابات وقتها في 2004 رغم أنه هو في السجن وقتها ولكن وقتها مروان البرغوثي كقائد ثوري يحظى بثيقة الفتحويين إلى غير ذلك ومعروف بنظافة اليد طبعا ما يساعدش القيادات الفتحوية التي تمعشت من القضية الفلسطينية وكسبت أموال طائلة وكبيرة جدا يعني تصدر أنت شخص يملك هذه الثروة لشعب مفقر يتم تفقيره ويعيش معاناة ويعيش احتلاله لغاية ذلك بالتالي هنا نفهم طبيعة القيادات الفتحوية التي تمعشت من القضية الفلسطينية في ذلك الوقت نحن نشوفه مثلا حتى الزعيم ياسر عرفات كان ينتقد كثيرا يعني بعض القيادات الفتحوية بسبب يعني ثراءها غير البشروع نحن نذكر صباح حتى للتاريخ معناها روه ذي روه معروفة من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما زار مرة العراق وآتاها في زيارة ثانية قال وجد يعني بناءات عالية وفخمة ووجد يعني أشياء معناها مستراب قال أبت الدنانيرو إلا أن تمد أعنقها معناها الفلوس طلعت بطريقة غير معناها بطريقة غريبة إذن فبالتالي هنا بالنسبة لدحلان هو شخص غير مرغوب فيه فلسطينيا سوى من ناحية فتح أو من ناحية حماس والفصائل المقاومة وحتى موقع ولا الإسرائيلي اللي هو أقرب المواقع للحكومة الإسرائيلية تحدث عن هذا الذي قلتين أنت تومنا حول منها تهيئة الإمارات وطبعا لأنه هو دحلان يشتغل مع الإمارات معروف معناه فبالتالي هنا من المستحيل أن يكون له أي موت أدم في قطاع غزة بعد الحرب هو كان جاوب دحلان وقال مرة أخرى يزج بإسمي وتسرب سيناريوهات مختلفة إلى وسائل العلام عن مخارج وترتيبات اليوم التالي الحرب المدمرة التي شنها ويواصلها الإحتلال الإسرائيلي وأحيانا يتم الزج بإسمنا لخلق بعض الإثارة لذلك ومجددا نؤكد كل زملائي وأنا شخصيا بأننا لسنا هنا إلا لتقديم كل ما نستطيع لإغاثة أهلنا في غزة قال نؤكد بأن وقف الحرب سيد العميد هي الأولوية القصوى لدينا ولن ندعم أي خيار إلا ضمن تفاهمات وطنية فلسطينية تقودنا إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني عبر عملية ديمقراطية شفاف لخصها واحد من كتيبة ممتاز جدا أكرم بكرش قال قال عرفات هزم سياسيا ولم يهزم عسكريا والآن ماذا سيفعلون؟ سيحاولون مرة أخرى الانتصار علينا بعد أن هزموا عسكريا وتم إذية الإصلاحين سيحاولون بكل أمكانياتهم الانتصار علينا سياسيا وهذا ما يبحثون عنه وهذا الحديث هذا كل المناورات ليشوفوا جسد نبض ويشوفوا أنا نذكرهم حاجة بركة ساهلة بكل من أتاب المقاومة الفلسطينية على رأس غزة انتخابات حرة ونزيها اليوم سابر أراء يعطي مرة أخرى المقاومة اللبنانية على رأس القائمات إذن المناورات المراضية ستذهبوا سودان وهزها الريح لأنه مراضية فما قادة متفطنين قادة أصبحت لهم من الخبرة والدراية أنهم يقعوا في الفخ وأنهم يتفطنوا لمناورات الكيان السويوني التي أكثرها عاجة تقنهره واضح بعد أن فضحوا عسكريا وظهر مستويهم وطحت مسألة عقيدة الردع والحرب الخاطفة والجيش الذي يهزم أشبقالهم يتقنون وذا لا بدنا نعترف به يا رو سماع لا بدنا أن نعترف أنهم دهات وأنهم يتقنون المناورة كل ما نطلب اليوم من محور المقاومة هو التفطن واستباق ما يفعلون ويحاولون